وإذن ولماذا لا تأخذ في قولين نجاعل في الأرض خليفة؟ ما هو بعضون خليفة للقدرة في أن الأشياء تمفعل له ويخلقه ولذلك قال أحسن الخالقين مثلا يعمر الأرض ماشي فهم ماشي أو خليفة يخلف خلقا كانوا موجودين بدليل أن الملائكة برضو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن ويوليك الحرس والنسل إذن كانوا عارفين أنه فيه دماء وفيه حاجة حصلت وفيه إهلك حرس وفيه إهلك نسل يبقى إذن فيه عالم تاني طب ولماذا لا نفهمه من قول الله أن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز يعني الحكاة مش بعيدة على ربنا برضو يحصل إذن فلا تقول أبدا أن تحديد ما حدد بملايين السنين يتناقض مع القرآن في شيء لأنهم لما يحسبوا عمر آدم إلى الآن ما يصلش إلى هذه المدة نقول له لا القرآن لم يقول أن آدم أول من خلق في الأرض يائز أن يكون خلق قبله كتير وما آدمه عند القياس في منطقة العقل واحدا ولكنه عند القياس أوادمه ممكن أوادم كتير أما لو أنه يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز دي عزيز يعني يعني مش غريبة على الله يعني ممكن إيه؟ ممكن تحصل ما يجوز أن يكون خلق تاني ما يجوز أن يكون فيه خلق يستقبله ولا يفتكر وإحنا أسمى ما فينا أننا نأخذ ما أعطانا الله ثم نأتي بأشياء جديدة يجوز أن الخلق دو كان في الطور الأبلى اللي هو يأخذ اللي موجوده بس ولا يشغلش عقله في أنه يستنبط حاجة إحنا غير كده إحنا عملين بنا إيه؟ بنستنبط حاجات ولذلك فقال فتبارك الله وأحسنه لإيه؟ إن خالقين يبقى فيه خلق يستقبل ما خلقه الله ولا يزيد وإحنا امتزنا بأننا نستقبل خلق الله ونزيد بس بكت هناك فارق بقي هناك فارق وهو أننا نزيد ما لا نستطيع أن نعطيه الحياة اللي نخلقه يفضل على إيه؟ زي ماهو ولا يحصلش منه تكاثر زي ما قلنا ما نجيبش كباية ونحطها مع كباية نقول لهم باتوا يا بعض وهدول كبايات لا دي ما نمكنش ما نقدرش على إيه حصل الحياة إذن فمن الجائز أن يكون هناك إيه؟ خلق إيه؟ خلق آخر ما قلناش إينا هذا فإذا قالوا أنهم مثلا بتحليل بعض الأشياء ووجدوا عمرها الكربون عاد الكربون عاد إشعاعه بيد العمر إشعاع الكربون بيد العمر بيجيبوا حاجات ويعملوا منها لحد تفحل وبعدين يشوفوا إشعاعها بإيه؟ يخدروا من إيه؟ وأنت تستطيع تزرع شجرة بإيدك أنت إزرع شجرة بإيه؟ بيدك وخلها لما تبقى خشب كده وبعدين بص شوفها كم سنة تستطيع كده من غير ما تكون أنت اللي زريعها تجيب قطاع كده وتقطع الشجرة وتبص كده للدوائر اللي موجودة فيها الدوائر دي كل دائرة بسنة كل دائرة بسنة أنت تعرفوا العلم نبات ولا حاجة؟ كل دائرة بإيه؟ ولذلك الجزع يدخل بيد العمر لما تقطعها كده هتلاقي فهل إيه؟ الدوائر دي تحدد أعمارها لو أنت خدت بقى من حتة دي وعرفت عمرها قد إيه؟ وخدت منها حتة وحرقتها وعملتها فحب وبعدين شفت إشعاعه تقول أنت ديك السن دي يبقى إذا ما نقدرش نكذب الإشعاع في تقدير الأعمار ولا نستطيع أن نكذب الله فيما قال يبقى المعنى أن آدم لم يكن أول الخلق فدعهم يقولون إن دي عمرها مليون ودي مليونين ودي مليونين فربنا مألناشي إن آدم هو أول من عمر الأرض وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل ترجمة نانسي قنقر